المسألة بالنسبة لي مش متعلقة بانه هي يوم ذكرى ولا يوم ميلاد انا طول عمري من جمهور الله يرحمه يا رب اسماعيل ياسين انا بحبه طبعا انا ما اسعدنيش الحظ حتى ان انا كنت ولدت في وقت حياته يعني الله يرحمه لكن انا بحبه طول عمري بحبه وبعدين كان عندي صدفة حصلت ليه امتى بقى يجي مثلا اقول عشر سنين تقريبا اظن عشر سنين استاذ وجدي انديل الاذاعي الكبير رحمة الله عليه كلمني انا وزميلي وصديقي رمي محسن علشان نروح له الستوديو في شارع فيه صلف الهرم علشان عاوز يسمعنا حاجات فروحنا فقعدنا بشغل تسجيل لصوت رجل رخيم الصوت هادئ يجيب على الاسئلة بمنتهى الهدوء والحكمة واستاذ واجدي قال لي مين ده يوسف طوله ما عرفش فقال لي يعني ايه ما تعرفش اسمع تاني فخلى مهندس الصوت اللي موجود شغلنا للتسكيل تاني طوله ما عرفش يا استاذ واجدي مين يعني ده اكيد ازاعي سياسي مهم يعني بس مين انا مش عارف اميز الصوت خالص فضحك وقال لي ده اسمعيل ياسين هاتوا بقى التسجيل من اوله سمعنا التسجيل من الاول فكانت بالنسبة لي يا مفاجأة انه اسمعيل ياسين مع حفظ طبعا اللقب الله يرحمه يا رب كان راجل هادي جدا جدا وصوته مش حلو انا اش بكلم على الغنى وانك انت اظن ان هو كان صوته حلو في الغنى كمان خصوصا ان هو كان بيعرف يا غني يعني ما ينشزش ابدا ابدا لكن صوته حلو يعني هذا الرجل رحمة الله عليه اذا جلس خلف ميكروفون الازاعة يقعدنا في البيت عادي جميل خلونا نشوف فلر ما اقولكش انه ده يدي اسمعيل ياسين حقه لكن قدر الاستطاعة بنحاول نعمل فيه ظل الوقت نشوف فنان عمل كل ما هو متطلب او كل ما هو موجود في الفن هو مسل وغنى وعمل مونولوجات وانتج عمل كل شيء ممكن يعمله فنان محب لفنه ده واحد مش بس كده اسمعيل ياسين كان محب لوطنه بشكل مذهل مذهل حتى انه مش بس كمان سلسلة الافلام اللي عملها حول القوات المسلحة والجيش المصري لا اسمعيل ياسين اتبرع هو والسعود الابياري بمبلغ ضخم انا ذاك وقت ما تبرعه اظن كان الفين او تلت تلاف جنيه وده كان رقم ضخم يعني باعتبارات اليومين دول ملايين يعني تبرعه لاجل المجهود الحربي خد بالك ده نموذج لفنان مصري عظيم وخليني اخد معانا على التليفون سلمة ياسين اسماعيل ياسين ابنة الراحل الرائع الاستاذ ياسين اسماعيل ياسين المخرج العظيم رحمة الله علي وحفيدة اسماعيل ياسين اهلا بيك يا سلمة اهلا معرفتك ازايك ازايك عامل ايه كله تمام الحمد لله كله كيف معرفش انت سمعت يا لما كنت بتكلم لما انا رحت استوديو لأستاذ وجدي الحكيم وكان عامل حوار مع أستاذ اسماعيل ياسين وكنت بتكلم على صوته الهادئ جدا وانه الشخصية تختلف بشكل كامل عن اللي كنا بنشوفه في السينما بالتأكيد انت ما شفتيش جدك صح؟ او مضح انا عارف زي بالظبط كده طيب لكن كنت تسمعي عنه ايه؟ الحكايات اللي تتقال عليه يعني كنت باسمع من بابا في حال عادية يعني في البيت وبالنسبة للشغل كان بيحكي لنا كده وكان بيحكي لنا كده كان بيحكي عنه انه هو في البيت اه كانت برضو دمه خفيف بس كان جد اكتر كان اه يعني كان بيدلع بابا قوي وكان في الوقت جد قوي معافل لما بيحب يعلمه حاجة كان بيبقى مش يديد معي مع انه هو كان في الوقت لما يلعبوا مع بعض ويهزروا مع بعض وعملوا ملايه في البيت في الشغل كان يعني مخلص جدا بشغله بيحب جدا جدا شغله بيديل وقت كتير من حياته اه كان اه اه وده ده حتى كنت لقيه بيظهر على الشيسة يعني حبه للشغل والممثلين وايانية كانت الناس بتدي ايسه لها من قلبها كان حتى ظاهر عليهم في الشيسة دا لا دول كانوا جيل مذهل لانه دول حبوا الفن اللي هما بيقدموه ودولوا كل حياتهم ومنتظروش مقابل مادي يعني مش في دماغهم بيحبوا الفن وبالتالي كان مجرة العادة اغلبهم توفى وهو لا يملك من حطام الدنيا شيء يعني ما كانوش مشغولين بتكوين سروات هما كانوا بيحبوا الفن للفن فهم فعلا يلقى بعد الحدود طب ليه مفيش حد فيكو قرر انه يكمل المسيرة يا سلم يعني صارهم ما كانتش بتفكر خالص في المجال دا يعني ما كانتش دماغها يعني مع انه اختي بالنوع لتلبطات تتكلم مع بابا في الاخراب كتير يعني ممكن دماغها كتبا بتفكر في الموضوع دا بس هي حتى بابا وماما ما كانوش من خلينا تفكر قوي في الموضوع دا يعني دراستها كانت هي خريجة صيدلة هي اتجهت لحاجة تانية خالص يعني دخلت صيدلة واشتغلت حاجة ثالثة بالزبط بتحب الاخراب ودخلت صيدلة واشتغلت حاجة ملاش علاقة بالصيدلة بالزبط ما شاء الله وإيه كمان وانتي عملتين اه انا لا انا انا دربت اعلام بس انا كنت عايزة ماشر اه وقت من الاوقات حلو بس انا ما بعد كده يعني يعني بابا خدني معاه دور ثلاث مشاهد او اربع مشاهد تقريبا كان بيعمل مفلسفل صعيدي واخدني معاه في المشاهد دي فهو بدأ معاه اربع مشاهد كانوا صغيرين بس منهم مشد كان ثلاث صفحات وانا كنت شعيتها اه اناوي تقريبا اه اه فانا اه ثلاث صفحات صعيدي كان ثقيل بالنزالي اوي وماما كانت المخرج المنفذ فهي راحت اضطني المشاهد ده اول حاجة اول حاجة اول حاجة علاقتي بالكامل اول حاجة اه فاللي هو حشيت ان الموضوع لا اه هو ثقيل اوي علي ان انا حشيت ان انا محرجة مكسوفة متوترة ثلاثا اللهجة صعبة علي كانت جدا بدأت فك في اخر مساهد اللي هو كان بيبقى مثلا نفس صفحة بقتي بقى تفك وتتقلقتي بقى اه لا حشيت اللي هو ايه لا انا مش عاجبني نفسي اه معين برضو بابا خدني انا وصورة كنا بنعمل المتلسل كان عن جدي في اي ار تي اسمه نجمة في السماء كنا بنتكلم عن جدي وكان جائر ممثيم فزنين كان فيه كذا حد يعني وانتريبيوز وكده احنا مثلنا واحد صغرين قوي مع المتلسل ده بس طبعنا مش فاكرة قوي لكن لما كبرت مثلت فتقفلت فغلت كده بس دخلت اعلام قلت ما ممكن ابقى ايه ورا الكاميرا اه واشتغلت بالفعل في شركات اه اشتغلت اه اه في شركات معروفة يعني بس بعد كده اه اه اتجوزت بقى وعدت في البيت وبقى عندي اولاد فا دومت الحياة خادتك بقى خلاص كده بس ده لا يعني انه لو خدت القرار ما ظنش انه اه انه 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 يعني الدنيا ما ما تقلق يعني ينفع لو انت عايزة تكملي تمثيل اظن ينفع ترجع ما فكرتش في القصة دي اه بصراحة لا خالص يعني موضوع التمثيل ما فكرت السيلة يعني مفكرت ان انا افكر في الموضوع ده تاني مع انه انا اسمع دايما انه انت تحديدا يقولوا سلمة ياسين هي ورثة نفس خفة الظل بتاعت جده اسمع والله اعلم بيقولوا اه بيقولوا طيب يعني ليه تنضيع الموهبة دي اه يعني بقى يعني بقى يعني بقى حقنا بقى انه دلوقتي عندي اولاد وكده ومجغولة معاهم وكده عندهم قد ايه بقى صعب اه تمانية ونصف وتتعة ونصف ده لسه كتاكيد خالص حد فيهم وارث هم عارفين جدهم الكبير مين وعارفين طبعا جدهم اللي هو الاستاذ ياسين بدأت ثلاث سنين كده تقريبا او سنتين بدأت اللي هو سليم ويوسف اتفرجوا ده بابايا اه بيتفرجوا عليا دلوقتي انا انا اواعيهم لشيء زي ده معانا بابا كان بيواعينا للكلام ده با احنا اصغر بس السن بقى والجيل بتاع دلوقتي يعني عشان يتدوا يركزوا في حاجة زي دي يعني بدأت عملها من ثلاثين تلاتاتات انا عمي سليم تالنتت جدا ده الغاوي اه سليم غاوية وجريء طب ويوسف ده عبقاري بقى معروفة كل اسمه يوسف عرصة لواحده يرقش ويمشه يقلد مفلسطاتاتاتات فارغ عياه بس لما تيجي في حتة قدام ناس أعمل يقوم بس في الخباسة اه نعمل زي ده بس سليم جريء يحب قوي يقلد معلقين الكورة يحب يقول افتهاب يحب يقلد مشاهد من مسلسلات وجريء يعني لما تقوله حتى تبقى عاديه قدام الناس قلين واريهم حتة للكزز دي مثلا يطلع ويقول ويتكلم تشجعيه انه يكمل اذا حابب ولا هتجي في مرحلة تقوليله لا خش بقى طب وهندسة وصيدلة ومش عارف ايه بوش اقول لك حاجة انا كمامته هشجعه بابا قال له لما تخلص براسه اعمل انت عائزة اه يعني ادرس اي حاجة وبعدين نبقى نشوف اه يعني لأ هو في الاول الاخر هو راجل اتقرارك بتاعك بس لما تجبر وتخلص دراستك وانت بقى في ايدك شهادة اعمل انت عائزة انا مبسوط ان انا سمعت صوتك صدقيني جدا لان انا فعلا مش هزار بحب والدك اوي وبحب جدك اوي 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 رحمة الله عليهم جميعا ومبسوط ان احنا سمعنا صوتك في هذه الذكرة يعني زي ما بتقال ولحد بقى ما كده يديلنا طلط العمر ونشوف الاستاذ سليم كده فنان عظيم يكمل المشهور ربنا يخليهم لك يا رب شكرا جدا سلمة ياسين اسماعيل ياسين ابنة المخرج الراحل الكبير استاذ ياسين اسماعيل ياسين رحمة الله علي وطبعا حفيدة اسماعيل ياسين اشتركوا في القناة